السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة أخبار نغة الإشارة معي أنا باسم العطواني وهذه هي العنوي بالتزامن مع عملية البصرة وبغداد الكاظمي يوجه بملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون في جميع المحافظات البرلمان ينهي قراءة ومناقشة الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات ورئيس الجمهورية والنواب حستاني على الإسراع بإجراء الانتخابات المبكرة أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام خبرونا الأول من تطورات المشهد الأمني والعمليات العسكرية للسيطرة على السلاح المنفلت حيث وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفرض قوة القانون وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون في جميع المحافظات الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول أكد أن القوات الأمنية ستضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بالأمن والنظام وستكون هناك عمليات في أي منطقة تحاول الخروج عن سلطة القانون وأكد أن العشائر تقف مع القوات الأمنية وأن هناك تنسيق في المناطق التي تتم فيها العمليات بدورها أعلنت قيادة العمليات المشتركة نتائج العملية العسكرية التي انطلقت فجر اليوم لحصر السلاح في البصرة وقالت القيادة في بيان لها إن قيادة عمليات البصرة والقطاعات الملحقة بها باشرت عملية أمنية لغرض مداهمة وتفتيش عدد من المناطق في المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار والقاء القبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المنخصة وكانت العمليات على محورين أسفرت عن القاء القبض على عشرة من المطلوبين والعثور على مجموعة من الأسلحة والأعتدة وأكدت أن القوات الأمنية لن تتسامح مع أي محاولة لتعكير صفو الأمن وستتعامل بكل حزم مع من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين شهدت البصرة انطلاق عملية الوعاد الصادق في قضاء أبي الخصي فجر اليوم لسحب السلاح غير المرخص والقبض على المطلوبين للقضاء الأعلام لم نذكر في بيان له أن العملية انطلقت من محورين ضمن القاطع الجنوب لقيادة قوات حرس الحدود والقوات المشاركة من مغاوير الجيش وافواج الشرطة وأنه تم ضبط أسلحة متوسطة وألغام وأن العملية مستمرة حتى تحقيق كامل هدفها في نزع السلاح المنفلت في المصر كما كشفت قيادة شرطة البصرة عن استراتيجية جديدة لحفظ الأمن والاستقرار وقال مسؤول الإعلام والعلاقات في مديرية شرطة البصرة العميد باسم غانم المالكي إن من بين الخطوط أو الخطط عذرا تكثيف الجهود مع تعزيز النمني لإلقاء القبض على متهمين ومطلوبين للقضاء بصورة سريعة جدا بجرائم مختلفة وأشار إلى أنه سيتم اعتماد أسلوب الشرطة الموجه نحو الجريمة أي أن التعامل مع الجريمة وجرائم النزاعات العشائرية سيكون لها أسلوب خاص بالتركيز على الأماكن النوعية لهذه الجريمة والأشخاص المجرمين النوعين كما شهدت منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد انطلاق عمليات حصر السلاح المنفلت خلية الإعلام الأمني أعلنت في باين لها حصيلة العملية العسكرية وذكرت انتهاء العملية الأمنية بعد أن أكملت القطاعات واجبها بنجاح وانسحبت لمعسكرتها كما أضحت أن نتائج العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة حيازة أسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية وضبط عدد من الأسلحة والرمانات اليدوية وبينت أن القوات الأمنية تستمر في تنفيذ مهامها وفرض الأمن وإنفاذ القانون في جميع المناطق لحماية المواطنين ومكافحة أي تحدي أو تهديد لسلطة القانون إلى ذلك نفذت قوة أمنية مشتركة عمليات دام في منطقة الإفضالية شرقية بغداد لتنفيذ مذكرات قبض بحق مطلوبين خالية لعلام الأمن أشارت في بيان إلى أنه تم إلقاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين للقضاء وفق المادة أربع إرهاب وأقام أحد المتهمين المطلوبين بفتح النار على القوات الأمنية محاولا الهرب لكن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض عليه ونبط السلاح المستخدم قيادة العمليات المشتركة من جانبها أكدت أن العملية الأمنية في حسينية المعامل رسالة واضحة بعدم السماح بتهديد أمن المواطن وقال الناطق باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي إن القوات الأمنية ستلاحق كل من يقوم بتهديد أمن المواطن في هذه المنطقة منوها إلى أن هذه العملية تمت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وأسفر التعاني القبض على عدد من الأشخاص والعثور على أعتدة وأسلحة مختلفة أهلا بكم من جديد في الشان النيابي أنهى مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت اليوم بحضور 169 نائبا قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية بشأن الدوار المتعددة لقانون الانتخابات كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات وضع رئيس المجلس محمد الحلبوسي خلال الجلسة رؤساء القوى السياسية بعقد اجتماعات مكثفة بحضور اللجنة القانونية فيما يتعلق بالدوائر المتعددة لقانون الانتخابات مطالبا الجميع إلى تحمل مسؤوليته بإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة رئيس الجمهورية برهم صالح ضع مجلس النواب إلى مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المهمة وقال رئيس الجمهورية أن المرحلة الحالية تواجه تحديات عديدة وتتطلب المضي قدما نحو إقرار مشاريع القوانين المهمة وأمرزها استكمال تشريع قانون الانتخابات مؤكدا همية دور المؤسسة التشريعية في تلبية متطلبات المواطنين المعيشية والأمنية والصحية من جهته يأكد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد أن الفصل التشريعي الجديد سيزداد فيه عدد الجلسات وستمضل لجانب الإجراءات التشريعية لمشاريع القوانين والمقترحات حداد شرعي لأن هناك عددا من مشاريع القوانين والمقترحات بعضها مؤجلة من الدورات السابقة ولم تكتمل إجراءات تشريعها وأن البرلمان سيمضي بالتصويت عليها بعد إكمالها وتوحيد الأراء والاتفاق عليها بين الكتل السياسية حذرت وزارة الصحة من فقدان السيطرة على وباء كورونا بعد ارتفاع معدلات الإصابة الوزارة ذكرت في بيان أنها سجلت الجمعة أعلى عدد إصابات منذ بدء الجائحة في العراق بسبب عدم التزام أغلب المواطنين بالإجراءات الوقائية وأهبت الوزارة بالمواطنين بالالتزام الجدي بالإجراءات الوقائية قبل أن تحذر من أن الإصابات قابلة للارتفاع في الأيام المقبلة استبعدت منظمة الصحة العالمية توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من وباء كورونا قبل حلول منتصف العام المقبل المتحدثة باسم المنظمة ماري جريت حارس شددت على همية إجراء اختبارات دقيقة لتأكد من فعالية اللقاح وسلامة استخدامه مشيرة إلى أن المرحلة الثالثة يجب أن تستغرق وقتا أطول للحاجة إلى معرفة مدى الحماية الحقيقية التي يوفرها اللقاح في إشارة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح قبل الموافقة على استخدامه سجلت وزارة الصحة المصرية 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 16 حالة وفاة وفاد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد بأن أجملية الإصابات بفيروس كورونا المسجل في البلاد حتى يوم السبت بلغت 99.582 حالة بينها أكثر من 75 ألف حالة شفاء وخمسة ألاف وأربعمائة وخمسم وتسعين حالة وفاة هذا كل ما لدينا نختم بالعناوين باتزامن مع عملية البصرة وبغداد الكاظم يوجه بملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون في جميع المحافلات البرلمان ينهي قراءة ومناقشة الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات ورئيساء الجمهورية والنواب ترجمة نانسي قنقر